حول هذا الموضوع سنستضيف هنا في الستوديو ريجي مولفرون وهو رئيس قسم استثمار المصرفي لدى كريدي أغريكول أهلا وسهلا فيك ريجيت شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم يمكن موضوع تمويل شركات ومشاريع النفط الأحفوري من أكثر المواضيع سخونة بالوقت الحاضر العزوف عن تمويل هذه الشركات والمشاريع لابد أنه يرفع الأسعار وعم نسمع كثير من المستثمرين ذكرنا داليو وغيره أيضا متخوفين من الابتعاد عن الوقود الأحفوري بهذا الشكل السريع أو الابتعاد عن تمويل هذه المشاريع ما سيضغط على أسعار الطاقة إلى أعلى أكثر وبالتالي التضخم العالمي وما إلى ذلك من تدعيات سلبية على اقتصادات ونمو اقتصادات العالم شكرا جزيلا على استضافتي السلام عليكم يسعدني أن أكون جزءا من هذا البرنامج اليوم أنت تطرقت إلى نقطة وجيها وهي أنه في السنوات القليلة الماضية وبسبب تراجع أسعار النفط فإن شركات النفط خفضت نفقاتها الرأسمالية وهذا الأمر بالتأكيد يؤثر على تطور الأسعار طبعا هناك أهمية لموضوع التحول في مجال تقوى هذا أمر مهم لكنها رحلة وستستغرق وقتا طويلا والواضح أن المجتمعات لا تستطيع الانتقال من عالم يقوم على النفط إلى عالم لا يقوم على النفط بسرعة وهناك آليات سوقية تعمل حاليا وبسبب التعافي من الجائحة وبسبب الخطر من هذا الأمر فهذا الأمر سيشكل ضغطا على الأسعار فكيف تجدون إمكانية الموازنة ما بين التوجه لتخفيف التمويل لهذه المشاريع من أجل طبعا المشاركة في وقف التدهور بالمناخ مقابل هذه الضغوط التدخمية التي نجدها خاصة بالوقت الحاضر تتفاقب من الصحيح القول أن الأسواق سوف تصحح هذه التطورات لأن الكثير من الشركات والإمارات هي دولة رائدة في هذا المجال لديها الكثير من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة وهناك مشاريع مهمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي من الواضح أن أسواق الطاقة سوف تستقر بشكل جيد ونحن رأينا في أسبوع أبوظبي للاستدامة رأينا مشاريع للهيدروجين في المنطقة أيضا وفي أبوظبي وبالتالي القوى اللاعبة في السوق سوف تغير الأوضاع مع مرور الوقت ونتذكر أننا ندخل فترة محفوفة بالتحديات وتحديدا مع الانتقال المطرد من مزيج طاقة يعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري إلى مزيج طاقة أكثر توازنا بين الطاقات الأكثر صداقة للبيئة في حين أن الوقود الأحفوري سيظل مهما في المستقبل المنظور أيضا بالنسبة للمجموعة المصرفية بالنسبة للربحية طبعا من هذه المشاريع أين هو التوازن في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الطاقة التقليدية بما أننا واحد من أهم عشرة بنوك في العالم من حيث الحجم هذا يعني أن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا للمشاركة في عمليات التحول الطاقي في العالم نحن بنك أوروبي أو بنك فرنسي ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم ومنذ العام 1989 نحن منخرطون في مشاريع للاستدامة وهذا جزء من جيناتنا لكن نحن سنمول الاقتصاد بشكل عام ولن نتسبب بزعزة على الاقتصاد وبالتالي ما نحصل حاليا لا يهدد الربحية برأينا بل هذا سيعزز ربحيتنا مع مرور الوقت فمن جهة نحن نرافق الزبائن في رحلتهم للتحول في مجال الطاقة ونحن نمول مشاريع لتقليل الكربون واحتجاز الكربون ونمول استثمارات في الطاقات الخضراء وخاصة أن الشركات كبيرة في هذا المجال لدي الأموال النقضية لتمويل هذا التحول نحن لدينا التزامات قوية وأعلننا تحديداً عن أننا سوف نزيد انكشافنا على المشاريع الخضراء بنسبة 60% بين الآن والعام 2030 ونحن عازمون جداً على المضي قدماً لكن كما قلت هذه رحلة وهي أو التحول نحو عالم خال من الكربون بين عشية وضحاها وبالتالي يجب أن نكون واقعيين في خطواتنا ونأخذ بالحسبان الاعتبارات المحلية في أي وقت في تغيير بيكون التغيير صعب طبعاً ونوعاً ما مقلق التغيير إلى هذا النموذج أين تجدون الإمباكت أو التأثير الأكبر هل هو يتطلب منكم كمجموعة تغيير بالخبرات والمهارات الموجودة والمتاحة لديكم لتستطيعوا أن تقيموا هذه المشاريع هل يتطلب تغيير بهوامش الربحية لديكم هل يتطلب تغيير بنموذج العمل لتعويض بعض الإرادات أو الأرباح التي كنتم تحصلون عليها نتيجة أو تتخلون عنها الآن نتيجة التحول هذا كما قلت لك نحن منخرطون في هذه العملية منذ 12 أو 13 عاماً وبالتالي نحن وبشكل متدرج نشرنا ثقافة الدعم لعمليات التحول في آخر 12 أو 13 عاماً وهذا يعني أننا بنينا الخبرات المطلوبة وحالياً نحن لسنا من كبار السندات الغضراء فحسب وإنما أيضاً نحن نقدم المشورة للحكومات والسلطات العامة وتحديداً هنا في المنطقة في الشرق الأوسط ونحن نواصل بناء خبراتنا وإذا أخذنا الهيدروجين مثلاً هو واحد من مصادر طاقة المستقبل وهناك الكثير من المشاريع وعمليات التطوير نحن نتعرف عليها ونتعلم عن هذا المجال ونعمل بطريقة تقوم على التعاون مع الشركات الناشئة والحكومات وبالتالي من خلال هذا العمل الجماعي معاً سنحقق الهدف وهذا الأمر لا يهدد ربحيتنا بل على العكس من ذلك نشاطنا التجاري في العالم جيد نحن مثلاً نعمل في مشروع المكتوم ومشروع الضفرة هنا وبالتالي هذه طريقة للمشاركة في التحول الاجتماعي رجيمان فرونس شكراً جزيلاً حضورك معي صباح اليوم شكراً جزيلاً